حيث قال الكشيري رحمه الله إن في عصره اختلف الناس حول الرضا فقال البعض الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل ومعناه ما يتوصل إليه العبد باكتسابه أما البعض الآخر فقالوا إن الرضا من جملة الأحوال وليس ذلك كسبا للعبد بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال نقل أيضا وقال يمكن الجمع بين اللسانين فيقال بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من المقامات ونهايته من جملة الأحوال وليست بمكتسبة يتحدث بعد ذلك ويقول تكلم الناس في الرضا فكل عبر عن حاله وشربه فهم في العبارة عنه مختلفون كما أنهم في الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون أما شرط العلم والذي هو لا بد منه فالراضي بالله سبحانه وتعالى هو الذي لا يعترض على تقديره ثم يقول قال المشايخ الرضا باب الله الأعظم بين هذا وذاك نذكر الله ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وننطلق معكم في طريق جديد إلى الله من مملكة الدراويش ترجمة نانسي قنقر